اشتركوا في القناة والمسجونون يسمعونهما فحدث بخت زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيول الجميع بولوس وسيلة كانوا شركاء في الخدمة كانوا يطالعين ويبشرون بسبب تبشيرهم طلعوا أرواح شريرة من بعض الناس والمسؤولين على الأشخاص الذولة على السحرة والشعوة اللي كانت اتهموهم ان هما جعين يبلبلون المنطقة ويخربون الترتيب اللي موجود فهذا كان السبب اللي يخلوهم في السجن وهم في السجن يمكن هما فكروا انه الله هملنا الله تركنا يمكن هما فكروا بان بس أطلع وأرجع لشغل القديم أرجع لحياة القديمة احنا ده نسوي زين لكن بالأخير ده نوقع في السجن لكن بدال كل الأفكار هاي هما أخذوا طريقة ثانية فكر ثاني انه نريد نسبح نريد نرنم نريد نعطي المجد لالله بكل الأوقات وهم في السجن بدوا يرنمون بصوت عالي بحيث حتى السجناء اللي كانوا موجودين بدوا يسمعون وبوقت التسبيح والترنيم انفكت القيود من حياتهم بدوا يرنمون ويتكلمون ويعلنون عن عدل الله عن حق الله عن بر الله ويعلنون انه فعلا لا يوجد إله مثل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بوقت الترنيم انفتحت الأبواب وانكسرت القيود أكو أبواب تنفتح فقط بوقت التسبيح أكو أبواب تنفتح بوقت انه فعلا تعلن إلهك الحقيقي على حياتك يمكن انت بتعاني من بعض القيود ممكن في قيود معينة في حياتك ممكن تكون بسبب سحر أو شعوذة أو أي كانت ارتبطت انت بيها بإرادتك الشخصية أو بغير إرادتك في الماضي هاليوم اللي يريد أقول لك إياه انه إلهنا عند السلطان والقوة أن يكسر هالقيود أن يفتح أبواب اللي هو يريدك أن تمر وتدخل بيها إذا عندك هالمشكلة صلوا إيايا وسبح الرب بهذا النهار خلي يكون هو فعلا رقم واحد بحياتك يا بانا سماوي بنشكرك بنعظمك بنبارك اسمك القدوس أنت مستحق كل التسبيح والسجود والإكرام أنت هو خالقنا أنت هو أبينا بإسم المسيح يسوع صلي آمين آمين الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر